البعض يتساءل ألا يمكن لقوات المتمردين أن تنفيذ بعض العمليات النوعية في بعض القواعد العسكرية من خلال خوانة طابور خامس أو كما يسمون؟ طبعا هو وارد العمليات النوعية ولكن طريقة تأمين منطقة وادي سيدنا بنشر السلاح في الأحياء السكنية وتأمين الأحياء بلجان الشعبية الموجودة داخل هذه الأحياء ومشاركتها في العملية الأمنية مع القوات المسلحة هذا صراحة يسهل على القوات المسلحة استكشاف أي عمليات تسلل تمر عبر هذه الأحياء للوصول إلى القواعد العسكرية الموجودة في منطقة وادي سيدنا العسكرية الشيء الآخر أن منطقة وادي سيدنا العسكرية القاعدة محاطة بعدد من الأحداث محاطة أولا بمعسكر الكراري الذي كان هو القاعدة الأساسية والرئيسية لقوات النعم السريع وستطاعت القوات المسلحة أن تختحم هذه القاعدة في الساعات الأولى من تمرد قوات النعم السريع واستنمت هذه القاعدة وكانت هي أكبر قاعدة عملياتي للدعم السريح في ولاية الخرطم ويكون في السودان كله الشيء الآخر أنه في وحدات أخرى مهمة جدا موجودة هناك قيادة القوات المحمولة جوال المنظلات وهي وحدة تخرج منها وحدة القوات الخاصة توجد هناك قوات الشرطة العسكرية توجد هناك المدرعات توجد هناك وحدة الالتفاع الجوي فبالتالي هذه الوحدات أيضا تساهم بعمل الاستخبارات بتأمين على الأرض تساهم في تأمين قاعدة وادي سيدنا وأنا أفتكر أنه تسلل المتمردين لمنطقة الوادي ولقاعدة وادي سيدنا إن شاء الله لن يكون والقوات المسلحة تعمل بتكتيك ممتاز جدا في منطقة بحري كنا نتمنى أن يكون هذا التكتيك هو الممارس في منطقة بحري كما هو من درمان كان تكتيك مناسب في منطقة درمان وكنت تتمنى أن يطبق في منطقة بحري في منطقة بحري حشان ما يحصل لبس المشاهد نعم صحيح